بعد صلوك زواج نضال وخلوط طريقه إلى التسجيل كيف ينظر اللبنانيون إلى الزواج المدني وهل يتفائلون بإمكان تشريعه قريبا؟ يوقع وزير الداخلية مروان شربل في الساعات القليلة المقبلة على تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلوط سكري المدني في دوائر النفوس من دون أن يعني ذلك بحسب مصادر شربل اعترافا بقانونية الطائفة التاسعة عشرة أو اللامنتمين لأي طائفة بل هو سيشترط عدم تغيير طائفتيهما إلى حين صدور قانون مدني للأحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الاختياري وتبعاته هذا التطور الجديد تواجى نضالا استمر أسابيع لمؤيدي الزواج المدني في لبنان لبنان لشو ديمقراطي لكن حرية بقى أنا مع الزواج المدني مع حرية الاختيار يعني حسب كل واحد شو بده يعني بده يختار الزواج المدني أوكي ما بده ما يمشي فيه الإنسان مش بيدينه بس بيقدر يتزواج مدني كمان أنا مع الزواج المدني مع أنه ما بتزواج مدني بسمع بحترم الناس اللي بتزواج مدني شفرقة يعني كلهم يروحوا أبرز بدلوا أبرز يتجوزون مدني هذا التأييد لا يلغي طبعا وجود معارضين للزواج المدني بعتقد بل كدينيا كمشروع مسيحي دينيا أو مشروع إسلامي بقلب الدين زواج الديني يعني بعتقد بيحمل حقوق أكتر ضد ليه؟ أنا ما بشوف منطقيا كنسيا أفضل وأحسن وما بين التأييد والاعتراض تبقى إمكانية إقرار الزواج المدني في لبنان فصحة أمل صغيرة في وطن ساد فيه الخطاب الطائفي على كل ما عداه